الناس اللي عايزة تسجل صوتها في ترانيم في تراتيل في توشيح في قراءة قرآن أو أدان أهلا بيكم في صديق للقناة بعد بيسأل في حلقة حلقات هندست الصوت اه ان ازاي لو انا بعمل اه انشاء ديني او ان انا بعمل مسلا اه تراتيل او انا بعمل قراءة قرآن او ادان او ترانيم ايا كان اه الصوت اللي انت عاوزه يطلع خاشع وصوته حلو طبعا انت بتقول كلام حلو جدا فانت محتاج ان المستمع اللي يتلقى الصوت ده يتلقى الصوت ده بنوع من الخشوع او نوع من الاصغاء او الانصاط فاحنا حنسجل حاجة صغيرة كده زي ما يكون مسلا اه جملة او جملتين هنسجلهم وحنشوف بالتأسيرات الصوتية لو حطنا تأسيرات صوتية هيطلع صوته ايه وازاي اخد نفسه ويطلع كويس خلي بالك احنا اخدنا قبل كده ازاي اسجل صوت المطرب اه او صوت او صوت اداء صوتي احنا النهاردة بقى اداء صوتي وبعدين كمان ايه بقى اعايزين اداء الصوتي ده كمان نخليه يظهر بمظهر خشوع او بمظهر جمالي معين بحيث المستمع يتقبله ويحبه كمان ويفهم الكلام اللي جايله الكلام الرئيق اللي جايله في هذه الرسالة الصوتية انا هستعمل في الموضوع ده مايك دايناميك وهوصله عادي جدا على الاوديو انترفيس بتاعي وهبتدي اخد التيك على البرنامج بتاعي اللي هو اي برنامج سوفتوير بياخد التيك ده حتى فيه برنامج اسمه اوداسيتي هتلاقوا اللينكات بتاعته موجودة تحت في اللينكات بتاعت الفيديو البرنامج ده مجاني ممكن يعمل تراك واحد ممكن يعمل ملتي تراكس كمان تركب كزا تراك في نفس الوقت على البرنامج ده فانا هعمل الاسجل المقطع دوت وهنشوف نحط التأثيرات الصوتية بتاعته ايه نبدأ نتكلم عن الموضوع ده نشوف مع بعض هنسجل ازاي الموضوع دوت مايك شور اس ام فيفتي ايد ده مايك ستاندرد ما فيوش اي اي حدا ما فيوش حتى زرار فتحه وقفلي يعني هو مايك ستاندرد يعني آآ هنسجل به وهوصل المايك دايريكت بالاوديو انترفيس بتاعي ده الاوديو انترفيس بتاعي الموديل بتاعه فوكاس رايت سكارلت تو انتو اوت آآ فوكاس رايت عاملة موديلات كويسة جدا آآ وكمان دي من ارخص انواع الاوديو انترفيس بس الاوديو انترفيس اللي بتديني كواليتي مو ممتازة يعني بصراحة الكواليتي بتاعت الناتج بتاعها ناتج بتاع استوديوهات ولكن بتكلفة قليلة جدا وهم ما قصدين يعني اعتقد ان الشركة دي من الشركات اللي مكتسحة حاليا السوق في مجال الاوديو انترفيس انا عندي دلوقتي المايك بتاعي هوصل الاكس ال ار بتاعي او نهاية الكابل بتاعي اللي هو احنا شرحنا الفرق بين الاكس ال ار ايه والستيريو ايه الاكس ال ار اللي هو بيسموه يعني مش هيعمل اي مشاكل لو كانت المسافة طويلة بتاعت الكابل مش هياخد اي نوع من الضوضاء او حاجة وهبتدي افتح السوفتوير بتاعي بتاع التسجيل انا دلوقتي اه مسكة المايك بتاعي لازم ابتدي اشوف الاشارة بتاعتي بتاعت المايكروفون وصلة او للجهاز بتاعي بتاع الاوديو انترفيس اللي هيوصلهولي للكمبيوتر فانا دلوقتي شايف الزرار بتاع الجين اللي بيبقى موجودة عندي في الاوديو انترفيس بيبتدي اعلي فيه لغاية ما لاقي الاشارة تبقى خضرة ده معناها ان الاشارة كده كويسة لما تستمر تبقى خضرة وقته اطول حلوة اوي كده لما هتبدأ تبقى حمرة اللي معناها الاشارة بتوصل اعلى من اللي لازم شوف اما هعلي اوي كده هتحمر الاشارة عند مرحلة ما ايواء الاحمر ظهر اهو عندي طبعا انا مش عايز الاحمر ده خالص انا لازم اقلل الصوت بتاعي لغاية ما وصل للرسالة لو انا شايف عندي على الشاشة دلوقتي بتوصل عندي لنقس ستة وبتعلم لنقس زيرو لأ انا مش عايز الموضوع دوت انا هوصل للرسالة انا بتكلم في المايك دلوقتي قدامي ما بين نقس اتناشر ونقس تسعة او نقس ستة ده حلو اوي كده يعني يوصل مكسيموم لنقس ستة نقس اتناشر ده اقل حاجة وبين ناقص 16 وبين ناقص 6 ده الرسالة بتاعتي بتوصل دي بتالي دي أنسب لقطة أن أنا أخد بيها بتاع الصوت بتاعي فهبتدي دلوقتي أنا شايف دلوقتي قدامي المؤشر حلو جدا على الشاشة وحبتدي أشوف أن أنا هسجل الصوت بتاعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أكبر بالشكل بتاع الشاشة نفسه لو أنا بصيت على الموجات الصوتية نفسها شايف المسافة الفاضية اللي بين الموجة وبين السقف بتاعها ده معنى أنا عندي براح كبير الموجة متسجلة دلوقتي فأنا هسمع الصوت بتاعي واشوف العلو بتاع الإشارة الصوتية إيه من الأول؟ نشوف التسجيل الله أنا شايفه هو عندي ما بين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لو تلاحظوا حرف البيه بردو لسه فيه آآ طبعا عيب لأن أنا ما حطتش كوب فلتر اللي هو اللي بياخد الطاقة بتاعت حرف البيه دي ما يؤثرش على الكابسولة بس أنا عملت التسجيل سريع يعني بمايك دايناميك آآ طبعا لو أنت عايز تلغي الموضوع البيه ده وتحاول ما تخليش بقك متوجه لكابسولة المايك حاول الهوا يطلع في الفاضة شوية وتعمل المايك بزاوية بحيس أنك أنت تتفادى أن الحرف البيه يطلع فيه وشة شوية أو يطلع فيه قوة شوية فهو تكنيك ماسك المايك إزاي تمسك المايك من غير ما تعمل حرف البيه دوت البوب دوت طبعا المفروض أنك أنت التكنيك ده تتقنه لأنك أنت لو بتغني في مايك في حفلة أو بتؤدي أداء صوتي في حفلة أنت محتاج أنك أنت تتحكم في المايكروفون مش هيبقى قدامك طبعا ولا حاجة من اللي هي بتمنع حرف البيه دوت يطلع قوي شوية فأنت لازم تتعلم التكنيك بتاع المايكروفون دوت إزاي تستعمل المايكروفون بحيس أن الصوت يطلع طيب أنا عندي الإشارة عندي هنا ناقص 11 أو ناقص 12 في المجمل بتاعي بتاع التسجيل الصوتي ده أي برنامج بتاع معالجة أصوات هتلاقي في حاجات كتيرة أو ممكن استعمل عشان أقوي الإشارة الصوتية بتاعها هتلاقي في بتاع أنا هختار من عندي حاجة اسمه الكمبريسور يعني ايه الكمبريسور الكمبريسور دوت بياخد النغمات الواطية شوية أو الأوطى ويحاول ييعليها بحيس أن يوصل لسقفه معين اللي هو سقف اللي أنا حدده للكمبريسور دوت أنا عايز الكمبريسور يشتغل على سقف معين بحيس يعلي النغمات الصوتية دي ده ممكن اختيار من الاختيارات طب ايه الاختيار دوت ايه عيوب وايه مميزات ومميزاته وانا ممكن اعلي الصوت لغاية السقف بتاعي اللي ما اعمليش آآ ممكن اعلي خالص بس العيب بتاعه بقى ان كل النغمات عندي الواطية والعالية الديناميكس بقى اللي هي الفرق بالحاجة صغيرة ها نساية كده وصوتها حلوة كده وبتاع في رقيقة في حتة معانا بيعلى يبقى متساوي مع الحتة القوية فبتلاقي الصوت كله شبه ميكانيكي يعني فانت مفهود ما تستعملش الكمبريسور ده بليبل عالي او يعني علشان هتلاقي موجة كلها عالية وماشية كلها في ليبل واحد ده حل من الحلول في حل من الحلول التاني حاجة بيسموها يعني ايه معناها ان انا هخلي كل النغمات العالية تبقى ماشية مع علو اخر نغمة عالية موجودة فيه اللي انا حددت السقف التاع فبيعلي كل النغمات وبيرفع كل الحاجات دي بقيت النغمات التانية مسافة مساوية بحيث ان ايه يعلي بس الموضوع دوت شوية فانا هعمل للاكتراك بتاعي ونشوف هنعمل فيه ايه طبعا كل البرامج بتلاقي النورماليزيشن موجود آآ يعني بس موجود في مينيو مختلف فطبعا انت لو دورت وعملت نورمالايز فين النورمالايز هتلاقيه موجود فانا دلوقتي انا هعمل بتاعي مسلا هنزله هنزله شوية خليه مسلا ناقص ستة دي بقى عشان اخلي عندي سقف اقدر اتحرك فيه برضو لو انا عايز لو لو السقف ده يعلي عنه ناقص ستة مايوصلش للزيرو عندي فانا انا بالزبط هكل الاختيار هيبقى ان انا عليه هيعمل له المريضة شوف بقى السيجنل بتاعتي عالية ازاي وشوفت الضخط التضخيم بتاعها بقى كبر شوية اسمع تاني بقى الصوت بتاعي الله اكبر الله اكبر شوف عندي عالمياز دلوقتي بتاعي يطلع لغاية مايوصل لناء الستة كسقف ليا في النورماليزيشن حيلو جدا انا الليفل ده دلوقتي انا ممكن اشتغل على الليفل دوت لو انا هبتدي احط تأسيرات صوتية طيب تأسيرات الصوتية دي لما انا جا حطها بقى ايه التأسيرات اللي انا ممكن احط الصوت اه تأسيرات الصوت وابتدي العب فيها يعني انا انصحك انك انت دايما لما تشتغل على تراك تعمل كوبي للتراك دوت وتشتغل على التراك ده مرة اتنين وتلاتة يعني بمعنى ادق لو انت هتحط تراك تخليه الصوت نقي بدون اي مؤسرات ولما تيجي تحط التأسيرات تحطها على تراك تاني وتبتدي توازن تعلي بين تراك التأسيرات وبين التراك الاصلي فيحتفظ بالتراك الاصلي بتاعي وفي نفس الوقت خلي التراكات بتاعت اللي موجودة ده اقدر اتحكم فيها اقدر افصلها اقدر الليلة اقدر ازودها بس انا هعمل حيلة بسيطة جدا اه ابدأ اعمل بيها الموضوع دوت. اه الحيلة ديت ان انا لازم اسجل الصوت بتاعي دوت خليه يكون قوي شوية يعني الصوت بتاعي يكون عشان كده انا عملته على ناقل ستة عشان يبقى عندي اه يعني سقف كده للقودة اقدر اتحرك فيه زي ما انا عايز فانا هعمل حاجة يا جماعة بسموها الدابلنج الدابلنج يعني ايه يعني بيخلي الصوت كاني سجلت مرة واتنين وتلاتة وعملتهم في تراك واحد فبيعمل الصوت قوي شوية يخلي الصوت قوي شوية كانوا بيعملوه زمان في التراكات بتاعة الغناء ده عادي جدا اول ما ابتدوا يعملوه الكلام ده لغاية ما بدأ العصر الديجيتال وبين نعملو دلوقتي في الاستوديات من غير ما نسجل تراكين تلاتة وطاعة. طب هنعمل الموضوع ده ازاي? يبقى ان انا اعمل كوبي تلاتة كوبي اه يعني اتنين كوبي كمان من الصوت بتاعها. هنعمل الاتنين كوبي ده وتنشوفهم دلوقتي. ادي اول واحدة. ودي تاني واحدة. فعندي التراك الاصلي. عندي التراك التاني والتراك التالت. طب والتراك التاني والتالت هم هم بقى خلاص بقى انا عملت كوبي عليهم بقى وبتاعها. لا استنى يا حبيبي انت رو عملت دلوقتي كده. شوف هيحصل النتيجة ايه? التلاتة هم عاملين يغنوا مع بعض? ربا زاهر عندي. شوف عندي زاهر عندي بقى اتنين واربعة من عشرة ديسبيل. ماشاء الله عالي بقى الصوت خلص وبقى ضخم بالدرجة انه عدى البيك. بس الصوت ما بقاش عريض شوية. يعني الصوت ما بقاش قوي مالي مالي مركزه زي ما بيقوله كده. هعمل ايه بقى هنا? بيجي على التراك نمر اتنين. فده وتحسميه مثلا الاصل. هكتب لكو عربي عشان ايه? اوكي. تاني واحد اعمل دوت زائد وهاسمي دوت ناقص. يعني زائد ونقص عام احمد استنى بقى استنى حاجة عشان نفعه. زائد دوت هروح مضغيف عليه تأثير هتلاقيه موجود عندك في كل البرامج برضو اسمه ده بالزبط بيخلي التون بتاعك يزيد وينقص زي ما انت عايز تحكم في التون. فانت لو عرفت انت عايز تطلع كم تون وتطلع نص تون ولا تنزل نص تون ولا تعمل ايه? بتعلي وتوطي من الزائد ده. فانا هعمل اول واحد زائد ان انا هخلي التون بتاع دوت زائد سنة. طيب ندخل بتاعي ونشوف اخش على حاجة اسمها انا بتاعي كله طبعا فهعمل طيب لما اوجي اعمل بقى ايه بتاعي دوت انا لازم اعمل طبعا يكون مية في المية. يعني انا هخلي مية في المية عندي من البيتششفتر دوت. ااخد بالك. سمي تون صفر. بس السنت بقى سنت يعني يعني كل نص تون فيه خمسين سنت طلع ونازل. انا هتحرك مسلا حوالي ستة او سبعة. خليها سبعة. سبعة سنت واخليه مية في المية. نجرب دوت. ده اللي هيبقى زائد. زائد سبعة سنت. سبعة سنت. فتا كده السنت بتاع الدولار الامريكي. سبعة سنت يعني سبع اجزاء من خمسين اللي هي في نص تون. خمسين خمسين سنت في نص تون. انا هطلع منهم سبعة بس فوق. طيب. ادي واحد اللي هو زائد. طيب اللي ناقص بقى دوت. احط هنا بردو. مونو. هخليه مفيش ولا نص تون زيرو. سنت هعملها سبعة ناقص. الزبط اللي انا عملته سبعة زايد. وسبعة ناقص. فدلوقتي بقى عندي تراك زايد وتراك ناقص. طب اعمل ايه في دول بقى? ارمي واحد على اليمين شوية. مسلا نسبة عايزين اعملها اربعين مسلا. اربعين في المية النحية دي. وهارمي دوت اربعين في المية النحية دي. خلاص. طب نسمع بقى. هيطلع الصوت عامل ازاي دلوقتي. الله اكبر الله اكبر. معقول يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد وان لا اله الا الله اشهد وان لا اله الا الله ممكن ازود اخليه خالص على اليمين خالص وده على الشمال خالص. اشهد ان محمد الرسول الله. كده انا واصل لحوالي. اشهد ان محمد الرسول الله. ناقص تلاتة مسلا. حلو جدا. ناقص اتنين. فانا عملت كده. هنزل كمان شوية. حيث ان انا ايه ايه? ايبقى عندي روق مسافة برضو. اللي اناقص تلاتة للاتنين. نجرب تاني من الاول عشان نشوف اعلى قمة عندي من هنا منين? الله اكبر الله. ناقص اتنين واربعة من عشرة ماشي شغال توتل. الله اكبر الله. ناقص واحد تلاتة من عشرة. انا ممكن انزل كمان الرئيسي. واحد مثلا. ليه هنزله عشان انا هحتاج الروم ده تبقى فوق شوية لما هاجي اعمل طب انا جمعت دول خلاص ابتدي بقى اقفل دول كده خليهم جنبي صغنطاتين كده عشان انا ايه مش هتحرك بيهم دلوقتي دول خلاص سبتتهم كده. عايبقوا مع التراك الاصلي. طيب انا عايز بقى اعمل كوبي من التراك الاصلي تاني. علشان ابتدي اتحرك بقى واعمل آآ آآ الريفيرب بقى والديلي. الريفيرب والديلي. الريفيرب ازي ما احنا قلنا الريفيرب وكأنك قعد في قوضة. هو بالضبط القوضة اللي انت آآ بتغني فيها او بتقول الاداء الصوتي فيها. لو قاعة كبيرة. لو قاعة صغيرة. لو قوضة صغيرة. لو في الحرم. ربنا يوعدنا يعني ويوعدكم. فطبعا كل دوت بيؤثر في المسافة اللي بينعكس فيها الصوت للرجل المستمع. وبيدي لك الاحساس بالمكان. يعني عشان كده تلاقي الناس اللي بتسمع الازان في الحرم بتسمعوا مال الدنيا حتى السماء. فآآ احنا هنحاول نقلد مسافة مساحة كبيرة عشان نعمل فيها المكان ده. طب والديلي. الدلي هو عدد الترددات اللي بتلاقيها بتنعكس لك من الصوت. يعني كأنك بتتكلم في بير مسلا وهيتردلك الصوت. احمد 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 احمد. تعالى 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 تعالى. اتعدد الترددات ديت وعلوها وقوتها هو دوت آسف هو ده هو ده التأخير. انه بعمل اعملوا اعملوا آآ كزا مرة يعني. الاتنين ليهم علاقة بعض. هو نوع من الدلي برضو. ما هو الاحساس بالمكان ده جاي لك من ان الصوت انعكس على حطة تانية وارجع لك او رجع لك من حتة مردود بيدي لك الايحاء بقى سعة المكان ده ايه فهم ارتد لك من حاجة اللي بتحدد لك سعة المكان دوت. فهم الاتنين ليهم علاقة بعض. ولكن الاعتبر ان الدلي اوضح جدا في انك انت تسمع الترددات ديت من مكان كأنك بتستعمل المكان والدلي عدد الترددات اللي بتتردد لك من المكان دوت. طيب هعمل كوبي زي ما اتفقنا. من التراك الاصلي. ادي واحد واعمل من الاصلي التاني برضو. واحد تاني. خلي بالك انا ما قديتش الاداء الصوتي غير مرة واحدة بس. وانا ان شاء الله كده هعمل من الاداء الصوتي ده وعملت منه كل الكوبيز بتاعي. انا كسلان. لو انا شاطر بقى ان انا هسجل الاصلي ده. والزائد والنقص ده انا اعملهم بصوت تاني. يعني انا سجل سجل نفس التسجيل مرة ونفس التسجيل مرة تانية. وابتدأ اعالي دوت سبع سنت وده اناقص ده سبع سنت. لو انا هسجله تلات مرات بقى. لو انا راجل بقى شاطر وهقعد بقى اعمل شغلي صح. هعمل تسجل التسجيل ده تلات مرات. عشان الهماسات الزغيرة في الصوت والتفاصيل بتاعته الزغيرة تتكرر تلات مرات. فتوحيلك ان الصوت ايه ده? ده الصوت طالع فيه كورس جميل كده حلو. بس طبعا خلي بالك ايه واحد زود هنتفق دلوقتي على موضوع التأثيرات برضو الصوتية عشان آآ آآ في التأثيرات الصوتية يعني القليل هو كسير. القليل هو كسير. ما تكترش فتبوز الدنيا خالص وتسمع اللي انتو بتسمعوه دلوقتي في اي حد بيعمل شريط دلوقتي او بيعمل اي حاجة للتسجيلات للتوشيح للقرآن للأدعية اللي ابتهالات للترانيم. بتسمع بقى الصوت يعني الراجل اللي بيسمعه بيتعذب. بس الراجل اللي هو عمله فرحان صوته بتردد عشرين مرة. وهو فرحان بقى بالصوت ده اللي عمله يعمل بتاع بس الراجل المستمع مش مرتاح خالص. وهو فاكر ان هو بيبسط المستمع وهو مبسطش المستمع ولا حاجة. هو عزبه يعني. فاحنا دلوقتي هنعمل اول تراك هنا. هنبدأ به نخليه الريفيرب. انا هكتبه بالانجليزي. الريفيرب اللي هو رد الفعل اللي هو هيبقى مكان. الاصلي ده بقى انا هعمله. التاني دوت هعمله دلي. طيب انا هقتل ده دلوقتي. هقتله بعمله بميوت. ميوت يعني ام دوت يعني انا اقفل دوت خلص مش عازة اسمعه دلوقتي. هبتدي اركب الريفيرب دوت ان انا هركب تأسير على التراك دوت ده تراك صوت عادي جدا. اركب عليه تأسير الريفيرب. وابتدي اقارن بينه وبين الاصلي يدوت بحيث ان يطلع لي معقول يعني. فابتدي ادخل عايزين الريفيرب. فين الريفيرب يا عم موجودة هو. عندي طبعا اربع انواع هنا من الريفيرب دوت. آآ ده وده نجرب انا بقول لك المساحة او المكان اللي انت عاوز تسجل فيه. طيب يا عم. طبعا اي تأسير صوتي انت ممكن تجيبه حتى كمان بيتباعه حتى او بيتحطه على الانترنت دلوقتي فيه في انك انت تشتغل على تأسيرات صوتية جيب التأسيرات دي والدخلها عندك على الجهاز بتاعك يعمل لك تأسيرات صوتية للاي حاجة انت عايزها او اي اي نوع من الانواع دي. عندك لارج سبيسز لارج سبيسز يعني عندك مكان واسي عندك وعندك 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 اه بليت وممكن اعمله مسلا اوت دور اوت دور عندي اوت دور عندك لونج سيتي ستريت نجرب ونشوف اعمل ده صولو كده واسمع ونشوف هيطلع صوته ايه ويت يعني انا زود تأسير هقلل مسلا انا خليه تلاتين في المائة والويت سبعين في المائة ناقص ثلاثة دي سبيل لا خليها ناقص خمسة دي سبيل لا خلي ناقص خمسة دي سبيل للصوت الويت اطفي خالص اللي هو لان انا عمله دوت مخصوص للريفيربي طب نسمع تاني حاجة تانية تأسير تاني عشان نعرف لا انا افضل اولاني طبعا انا ممكن اجرب حاجات كتيرة بقى من هنا ممكن اعملها هنا مسلا هولز ممكن اعملها هنا مسلا هولز ناقص اتنين واحد من عشرة دقاءة على حاجة ماشي انا سعيد بدوت نسمع التوتل بقى كله دلوقتي فانا مش هشغل ده سولو هشغل ده مع كل التراكات اللي احنا شايفنا دي مع عادة دلية انا لسه محطتش دلية فعبتالي شغاله بقى كله تاني انا عندي كله عالي واحد واربعة من عشرة فانا لازم انزل كل بحيث ان انا ايه اتلافى الواحد واربعة من عشرة ديت فانا دوت عندي ناقص واحد ديسيبال آسف ده ناقص واحد ديسيبال لازم انزل اكتر من واحد ديسيبال هعملها ناقص اتنين ناقص اتنين ديسيبال نزلت دوت ده عندي ناقص ثلاثة ونص هعملو ناقص خمسة ونص ده عندي ناقص ثلاثة ونص هعملو ناقص خمسة ونص موضوع هندسة يا جماعة مش كفتة دوت كان ناقص واحد عملو ناقص تلاتة. بكده هلاقي كل اللي بلايات ان شاء الله نازلها معايا. ألغي طبعا الاشارة اللي كانت حذرتني دي قبل كده وارجع من الاول تاني واشوف هيطلع كان. انا حاسس ان الريفير بعالي شوية. طبعا انا لو خفضتوا شوية كده مسلا هبتدي بقى اتحرك بالسلايب. لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله طيب نرجع تاني بقى ونشوف التراك بتاع انا هقفل لا مش هقفل انا هسمع كله مع بعض بقى دلوقتي. فانا هسمع عملتوش بقى ابتدي ادخل عليه تأسير اللي هو التأخير الصوتي. انا المشهور عندي طبعا اشهر اشهر حاجة عندي اسمه كانوا زمان اما يجي يعمل اللي هو التأخير دوت كانوا يعملوا ازاي باشا يسجل التراك دوت ونفس التراك دوت يسجلوا مرة تانية وبعدين بشريت قال قالت يعني يحطوا الشريت التاني ده على الشريت الاولاني وبانهم ما يدوسوا الزرار بتاع التسجيل بعد ما يدوس دوت يروح دايس التاني على طول فيعملوا الصوت التاني بعده بس عن طريق شريت بيسجلوا بشريت يعني شوفوا يعني احنا عندنا محظوظين ان العصر الديجيتال خلانا نوصل لكل حاجة طبعا زي ما اتفقنا احنا ما بنعملش فيها خالص احنا هنعمل فيها الويت مسلا مية في المية وهنبتدي بقى نشوف احنا عايزين ايه نوع من الديلي ده شايف شايف الانواع بقى بتاع يعني ده زمن زمن الديلي بتاعك اللي انت عامله كل ما انت نزلت طبعا كل ما هيكون اه واحد على ستاشر ده اقل من نص نص هيبقى اكتر فانت لو عايز زمن اعلى آآ هتلاقي الزمن مدة اطول احنا هنعملوا مسلا نبدأ في النص مسلا نجرب سمع الترددات بقى بقيت اكتر من واحد فانتشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هقل برضو شوية اشهد ان محمد الرسول اعتقد ان الصوت بقى مقبول كده طبعا لازم اخلي بالي انا دلوقتي مناقص واحد وثلاثة من عشر لو وصل للزيرو التوتل يعني بتاعي لو وصل للزيرو حيبقى يديني آآ نوع من آآ يعني نوع من اللي هو بيسموه اللي هو هيتلع صوتي وحش جدا في في نقط معينة اللي هي عيلية دي دي ما لهاش حل فاخلي بالك من الناقص واحد وثلاثة من عشرة دي اتناقص واحد وثلاثة من عشرة دي لما اجي اقلب لما اجي بقى اقول له صدر لي من التسجيل دوت هيصدرهولي فاحيانا لو صدرهولي على ما يعدل الموجة من الموجات المربعة هيعملها موجة كيرفد يعني عشان يعملها انا لو بقى اقدر احطها على آآ وابعتها الاصحابي واسجلها وحطها على الهدف وانزي بتاعتي وكده آآ ممكن يعلى عن الزيرو لو عيلي عن الزيرو هيعمل كريب فانت بعد ما ما تشوف الناتج النهائي قيس الناتج النهائي برضو على برنامج زي اداسيتي مسلا وشوف لو عيلي فوق الزيرو ارجع تاني على التسجيل الاصلي بتاعك وحاول تقلل الماستر بتاعك يبقى يوصلك يعني بدلا ما هي زيرو دلوقتي يبقى نزلها عنها مسلا حوالي آآ ناقص واحد كمان او ناقص دين وافضل جرب نزل حبة بحبة لغاية ما الردة يختفي خالص من التراك النهائي لما قلبه من اوصله انالوج اعتقد هو واحد وثلاثة من ناقص واحد ثلاثة من ناشر ده هيوصل صيف يعني ان شاء الله مش اما هقلبه من لانالوج مش هيعدي زيرو يعني وهيفضل عندي بتاعي دوت فاسمعتني من الاول اعتقد انا انا راضي عنه يعني كده الله هو اداني كده الاحساس ان انا بدلا في مسجد كبير طبعا يعني اتمنى يعني ربنا اوعدني وعدكم ان انا نسمع الازان ده في الحرم يعني بس اداني الاحساس ان ان الازان ده بيتسامع في مكان كبير لو انا عايز المكان يبقى اقل ان انا هستعمل نوع تاني من الريفرب ان انا هقلل الريفرب بتاع المساحة بتاعي في انواع بتاري من الريفرب في ريفرب اسمها بليت بليت يعني صفيحة كان الصوت بيرتد من على صفيحة معدنية لك على طول فده بيستعملوه احيانا اه في ريفرب اه مسلا هتلاقي قوضة صغيرة قوضة كبيرة قاعة اه مسلا اه مسرح صغيرة مسرح كبير قاعة كبيرة شارع احنا اللي اخترنا ده كان شارع يعني التردد بتاع ده موجود في شارع على اساس ان ايه الازان ده بيتسمع من من مكان كبير مفتوح وبتاع فاكيد هيبقى كأنه بالزبط بتسمعه من اه من شارع فيه التردد بيجي لك من عن طريق البيوت اللي بتبقى محيطة بالمكان بالساحة ديت يعني والدلي بتاعنا احنا استعملنا اللي هو الطريقة التقليدية بتاعتهم اللي هو كان بيسجل كل حاجة ويعملها على الشريط وبعدين يزيع الشريط ده وهو بيحطوا التراك الاصلي بس بعده بسنة فيعمل لك كأنه بيتردد تاني بعده التراك اللي هو ده وكان ساعته يعملوه كمان اكتر من مرة يعني شوفه واجع القلب بقى يسجل يعمل التسجيل ده لات المرات ويجيب تلات مكان يشغلون مع بعض علشان يطلعوا التردد بتاع تلات اربعة مرات او يسجلوا مرة وبعدين ياخدوا المرة دي يحطوها تاني فتبقى مرتين وهكذا يفضلوا على نفس الموضوع ده كان موضوع يعني كبير قوي وبياخد مكان غالي جدا طبعا لشان يقدروا يعملوا الموضوع ده ويعملوا حاجة اسمها يعني يركبوه صح فاحنا عشرة ده خلانا ان احنا آآ نعمل الكلام ده صح فحاول زي ما احنا اتفقنا كده انك انت ازا هتعالج الاصلي ما تخلوهش عالي قوي بعد كده تضيف واحد زايد واحد ناقص سبع سنت سبع سنت زايد وسبع سنت ناقص عشان يعمل لك وترمي واحد يمين واحد شمال يعني ترمي واحد على اليمين واحد على الشمال على السماع على اليمين واحد على السماع على اليمين واحد على السماع على الشمال عشان يطلع لك الصوت الرئيسي ومعه صوتين كتاني من نفس الصوت نفس القوليت بعد الصوت دوت بس واحد ايه 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 يعني حسست كده كأنه معمول كورس شوية وبعد كده عملت تاني على الريفيرب حطيت على الريفيرب وعملته مية في المية والتراك تاني اللي ادي ليه عملته وعملته مية في المية وممكن اجرب بقى ارمي واحد مسلا خمسة وسبعين في المية يعني بحيث انك انت الموضوع مفوش صح وغلط يا جماعة كل حاجة هتبقى بالودن تسمع بودنك وفي الاخر توصل للنتيجة اللي انت ترضاها. اتمنى ان انا اكون افدتكم واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة